الشيء بالشيء يذكر يعني محمد عبد المنعم عايز يروح الأولمبياد بشكل كبير جد وضغط وطلب وسأل كل الناس وكلم مع الكابتن خالد بيبو وكلم مع مساعدين مارسل كولر وقال لكل الناس ان هو عايز يسافر لباريس مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد كنا عايز يكلم الكابتن محمود الخطيب ونصحه قالوله ما تتخطاش مارسل كولر هو شايف انها تبقى فرصة بالنسبة له عظيمة انه يساعد منتخبنا في الأولمبياد وبالتأكيد فرصة له هو شخصيا عظيمة لتسويق نفسه أوروبيا اللعيبة عايزة تروح طبعا وخد بالك لعمره آه بالمناسبة بقى استنى تاريخيا وانا اشهد بدا تاريخيا للأهل عمره رفض انضمام لاعب لمنتخم مصر لأول ولا أولمبي ولا شباب تاريخيا النادي الأهلي كان أكثر الأندية الداعمة لمنتخبات مصر المختلفة في كل الرياضات تاريخيا النادي الأهلي كان أول نادي يوافق دائما وأبدا على رحيل لعبيه للانضمام للمنتخب أو أي منتخب في كل الألعاب مش بس كرة القدم إيه الظلم ده يا جماعة بس حط نفسك مكان الأهلي مكان بيراملز أنا بتكلم عليك بيراملز تحقيقا الطرفية المنافسة إحنا بس ناسين فيها عندها تحت كمان بتصارف ليها لعبين المفروض ينضموا لمنتخب أولمبي دول كمان ممكن يرفضوا لازم تأجل دراج